مثير جدا للجدل الحقيقة ما اتطلعتش عليه الوثائقي لكن ما اريد قوله اليوم انه هناك الكثير من الدكاكين العالمية التي تمارس اجندات سياسية ولخدمة اطراف ربما متورطة في ملفات ارهابية اعتقد انه هناك محاولة لتبييض اشخاص متورطون في قضايا الارهاب لكن اليوم واضح جدا انه جزء كبير من التوليسيين اصبح على وعي بهذه الالعيبة بين دفرين الاعلامية واصبح على دراية بالاجندات السياسية التي تمارسها الكثير من القنوات الاجنبية واضح وصريح في التضارب خيط الابحاث العالمية بدو كل الملفات اليوم فتحت ودون استثناء حتى لكن شكاية عندها عامين ولا اكثر بعثولوا والناس كل قاعدة تحلش كاية على مصرعيها بس تعبيت الرفوف متاع المحاكم بدو يخرجوا في الملفات هذا هو المطلوب اليوم اعتقد انه من الضروري التسريع بحل الكثير من الملفات شريطة ان يتم اتباع الاجراءات القانونية اللازمة وشريطة لا تكون فتح الملفات للخصوم السياسيين او محاسبة سياسية اليوم لا بد بعد عشر سنوات من محاسبة من اجرم في حق التونسيين من الناحية الامنية من ساهم في دخال الاسلحة الى تونس من امر باغتيال شكري بالغيد ومحمد البراهمي ومن تسبب في ذبح جنود الجيس التونسي كذلك اعتقد من الضروري محاسبة كل من اجرم في ارتكاب جرائم فساد مالي من اضع الهبات التي تحصلت عليها تولة السنوات الماضية وكذلك ما مصير ربما الكثير من الملفات المتعلقة بالجرائم الادارية خاصة من ناحية التفريط في المال العام لاحظنا ان الكثير من السفقات ابرمت بطريقة يتباه تظهر لنا وكأنها قانونية ربما قضية رياض المؤخر مرتبطة بهذا الملف داخلنا نحب نتوصل للمحامية كأن النجمنا نلقى وما ألقى فمش علي معلومات هو في الحقيقة واسوقها بكل حضر أظن أن القضية تتعلق بإحداث جهاز الشرطة البيئية وصفقة شراء سيارات من نوع أجنبي هنا لاحظنا أن الشرطة البيئية كانت تستعمل في نوع واحد من السيارات الحقيقة من نحب نعمل شعر أما أظن أنه كذلك حتى الكياس البلاستيكية التي منعت في المغازات العامة وراءها صفقة لذلك قطلك أنه اليوم الفساد في تونس أصبح يمارس بطريقة مقننة هناك فساد مقنن يعني هناك فوتير وهناك أوامر وزرية صدرت لإحداث أجهزة وربما وفي ذلك غيات أخرى وما خفية كان أعظم شكرا لكم فاسم حمدي شكرا لكم مايا لكسوري شكرا لكم على حسن مدار